صنع في العرب الخبر اليك اقرب اشترك معنا الصحراء المغربية جزر القمر تدعم دون تحفظ مبادرة الحكم الداتي اسعد الله ووقاتكم ومرحبا بكم عربت جزر القمر مستولة بنيويورك في اجتماع لجنة الاربع وعشرون بالمم المتحدة من دامية دون تحفظ للمبادرة المغربية للحكم الداتي التي تمهد الطريق لتسوية نيجابي لقضية الصحراء وفقا للقانون الدولي ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الامن وقال ممتل جزر القمر في هذا الاجتماع ودوا ان نجدد التأكيد على دعمنا الكامل لمبادرة المملكة المغربية التي تهدفوا الى منح هذه المنطقة حكما داتيا من خلال تنظيم انتخابات ديمقراطية محلية ناجحة وكذا عبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل حياة افضل لسكينة الصحراء واعتبر ان حقيقة كون مبادرة الحكم الداتي المغربية في المعايير الدولية لنقل السلطة الى السكان المحليين تؤكد على البعد الاراضي والادماجي لدي العملية ونوى في هذا الصدد بعقد اجتماع المائدة المستديرة في جنوب بمشاركة الجزائر والمغرب وموريطانيا والبوليزاريو من اجل ايجاد حل سياسي سريع وفقا لقرار اي مجلس الامن الـ 24-14 والـ 24-40 واضف ان جزر القمر تشيد ايضا بالتزام الاطراف الاربعة بالاجتماع قريبا في اطار مائدة المستديرة ثالثة بنفس الشكل على النحو المنصوص عليه في القرار الـ 24-68 الذي يؤكد على الحاجة الى الماضي قدما نحو حل سياسي واقع وعمل ودائم لقضية السحراء يقوم على التوافق وشدد الدبلوماسي القمر على الضرورة الملحة لاحترام حوق الانسان في مخيمات تندوف واحصاء السكان الذين يعيشون فيها معتبرا ان ذلك يقتضي تمكين المفوض السمير لشؤون اللاجئين من التصرف بفعالية وحرية في اطار مهمتها لصالح السكان المستضعفين ضحايا هذا النزاع الذي طال أمده في هذا الصدد أشار الى الظروف المعيشة المثيرة للقلق في مخيمات تندوف وغياب في احصاء لهم في انتهاك القانون الانساني الدولي نهاية الخبر ادعمنا بزر الاعجاب دمتم في امان الله الى اللقاء